يا صباح الخير على كل مشاهدين اللي بيشوفونا على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بيكم وحلقة جديدة وصباح الخير يا مصر احنا لسه بنتابع مع حضراتكم تداعيات الزلزال الكارثي اللي حصل في جنوب تركيا واثاره الشديدة اللي امتدت لغاية شمال سوريا للأسف احنا شايفين عدد الضحايا لسه بتزيد وده مع استمرار أعمال البحث وانتشال المتوفين والمصابين من تحت الأنقاض الحقيقة كان فيه وشوفنا مع بعض وطبعنا تحرك مصري سريع واستجابة فورية بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وده كان مهم جدا لدعم أبناء الشعبين السوري والتركي الاثنين في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف أثار الزلزال المدمر بالفعل مبارح شوفنا خمس طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية اتحركوا وراحوا لأبناء البلدين علشان يساعدوهم في تخفيف الأثار النجمة عن الزلزال المدمر مش عارفة هنا بقى ممكن نتوقف ونقول قد إيه أو نبين قد إيه دور مصر في الموقف الصعب ده قد إيه دور مصر ما كانش جاي من مجاملة أو إن هو مصر كانت بتفكر إن هي يعني عايزة تعمل شكل وخلاص لأ معدن مصر وشكل مصر حقيقي ظهر في وقت الشداد تصرف إنساني لإغاثة إخواتنا في سوريا وإغاثة الشعب التركي الاثنين اتضرروا من الحدث الأليم رغم إن احنا شفنا وده كان شيء شديد الغرابة عدد كبير من الدول اتجاهل تماما المأساة الإنسانية اللي حصلت في سوريا وكانت دعم موجه فقط لتركيا مش عارفة أنا حاسن الأمر قاسي جدا فكرة إن الشعبين معاناتهم كبيرة أكيد مفيش تفرقة بين ألم والتاني مفيش تفرقة بين كارثة والتانية التحرك المصري كان داعم للشعبين من خلال تدخل الإنساني العاجل علشان يخفف من تدعيات الحدث ربنا يخفف عن أسر الضحايا ويسلمكم كلكم من كل سوق وإن شاء الله في أقرب وقت المحنة دي تزول تماما بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا أسر